تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العالم سوق العبور لتجارة الجملة لتأكد من توفر احتياجات مواطن العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المزيد في التقرير التالي في إطار جهود محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية لمحاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلاع بجميع أنواعها بأسعار مخفضة التقى اللواء خالد عبد العالم محافظ القاهرة بتجار الجملة بسوق العبور حريص أننا ألتقي بسدى التجار أو كبار التجار في السلع الغذائية في سوق العبور وأطمئن منهم على أن طبعاً الاحتياطي الموجود في الفترة اللي جاية بالنسبة لجميع السلع بالنسبة للأسعار وأكدنا مع بعض على أن احنا أنهم الحقيقة لقيت منهم روح طيبة جداً وناس وطنيين وبيشعروا بالمواطن وقالوا أن احنا ما فيش أي زيرات في الأسعار هتتم الفترة اللي جاية بل بالعكس تعهدوا أن الفترة اللي جاية يهبوا فيه منزول الأسعار إن شاء الله فترة دي الأسعار لازم تبقى نازلة فيها التجار فيه تعاون منها من جميع تجار سلعبور يعني التجار اللي كانوا موجودين كلهم أكبر تجار في السوق وكلهم قالوا إحنا موافقين مع الحملة دي وإحنا هنساعد بكل الإمكانات اللي تطلبها الدولة مننا لقاء حمل الكثير من روح التعاون والوطنية والمتمثل بثبات الأسعار رغم كل التحديات ووعود جدية بمزيد من الانخفاض بنسبة تصل إلى 30% أسعار تتراوح مثلا على سبيل المزال بطاطس من 3 إلى 4 طماطم من 3 إلى 4 في المنتجات الأساسية بصل من 100 جنيه ربع إلى 175 إرش بالنسبة لهذا الوقت من السنة يعني أسعار كلها في المتنع ونقدر نخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك برزي فهيسن السنة تبقى متوفرة كلها انتهى اللقاء بجولة تفقدية للمحافظ برفقة كبار وسغار التجار بعدد من الشوادر العامرة بخير بلادنا وذلك لمتابعة المعروض وأسعاره ووعد بالبدء بإعداد منافذ ثابتة ومتحركة بكافة أحياء القاهرة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا على أن يتم توفير الخضر والفاكهة بها من تجار السوق مباشرة بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بالسوق وترحيها للمواطنين مباشرة دون وسيط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة